سيدة استأذنك سيدنا أنا اليوم استمعت إلى تصريح باسم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ويعصفني أن كل القوى السياسية ما ردت على هذا المتحدث حينما يعلق على زيارة ماكرون إلى الموصل وعندما يقول لولا تضحيات إيران لما تمكن ماكرون من زيارة والتجول في الموصل إلك أقول لك ولحكومتك ولعملاءك أو من يقف معك لولا تضحيات العراقيين الشرفاء والدماء الطاهرة والنساء التي ربت هذه الأجيال لما دخلت أنت ولا ماكرون ولا غيرك شنو تضحيات الإيرانيين بقضية أن يتجول فلان وفلان هذا الكلام يرد عليك وعلى حكومتك وعلى رئيسك العراقيون من حرر العراق والدماء العراقية الطاهرة هي التي وقفت في تحرير ولذلك أنت إجئة وغيرك إجئة وقعت في بغداد وتحولت بغداد أن تحتضن حتى الأضداد وأن تستعيد دورها شنو التشيب قدم الطياتونة طرقتين أطناكم فلوسها كتلتونا موتونا بهذا الإسلوب ما يصير تنتهكون دمائنا وحرماتنا إلى هذا المستوى وإذا كنتم قد قدمتم بالأمس مساعدات العراق مشكرين عليها في أزبتكم في هذا الحصار العراق وقفة كبيرة في دعمكم فاللي أرجوه منك ومن وزير خارجيتك ومن حكومتك أن تبطلوا مثل هذه التصرفات وأن تستهينوا بالدم العراقي اللي حرر العراق العراقيين والأبطال الحشد والجيش وحتى المقاومة العراقية اللي يقاومون الآن الاحتلال أو يقاومون الفساد هم عراقيين نرجو من هذا الخطاب أن تبطلوه ذاك اليوم سواتونا شغلة في مؤتمر القمة للانتقاس من المؤتمر واليوم بتتجاوزون على الدم العراقي وتعيرنا أن ماكرون ما يفتر بالموصل لو لا تضحيات إيران لعت هاي الكبور منين لعت هاي الدماء منين هاي الأرامل منين استاذ نجم استاذ نجم نعم سيد استاذ نجم بارك الله بك أزيدك 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 من القول قول آخر لو لا تضحيات العراقيون ولولا الدماء الطاهرة ولولا فتوة مرجعية العراق وشباب ونساء العراق اللي وقفوا وقفوا واحد كان داعش الآن يضرب مصالح مصالح الدول كلها وأول ما يضرب مصالح مصالح إيران مو فقط بالعراق بالمنطقة كلها العراقيين هم اللي دافعوا عن إيران خليني أقول بتحرير مقاومة داعش العراقيون خليني أقول البرحة أنا كان ضيف السيدة أمير الموسوي يقول ليست لدينا مشكلة بالتعامل مع طالبان والبرحة طالبان منظمة إرهابية تقتل الأبرياء وتسفك الدماء واليوم تطلعون علينا أنه أنتم الذي الذي منع للعراقيين شوفوا خلقوا لكم كلكم إيران والمنطقة وأمريكا ومن لف لفهم العراق استعاد عافيته والعراقيين أبطال ومن يعير العراقيين يخسى من شاربة هو والخلفة ودولته العراق بلد الأحرار بلد الشرفاء بلد الأنبياء بلد علي بن أبي طالب واللي يشوف نفسه اليوم يتمنطق على العراق والله إن قصت سانة اشتركوا في القناة